في مملكة الحيوان هناك منافسات معينة تصمد أمام اختبار الزمن بصراحة بعض الحيوانات تكره بعضها البعض هل سبق لك أن رأيت الذئاب تأخذ دبا؟ ماذا عن حمار يأخذ ضبعا؟ إذا كنت ترغب في رؤية بعض المنافسات القوية بين الحيوانات فابق معنا على اتصال مع العد التنازلي لأقوى منافسة في مملكة الحيوان أسود مقابل الضبع إذا كنت قد شاهدت في الملاسد الملك الأسود أقوى من الضبع فقد تعتقد أن هذه منافسة غير عادلة لكن الأمور ليست هي نفسها دائما منذ فجر التاريخ حاربت الأسود والضباع من أجل نفس الفرائس وجثث الحيوانات عندما يتنافس نوعان من الحيوانات على نفس الطعام تزداد التوترات وكذلك غريزة البقاء على قيد الحياة كما ذكرنا سابقا فإن الأسود أقوى لكن عدد الضباع أكبر بكثير مما قد يؤثر على نتيجة القتال بين هذين العدوين لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث عندما تلتقي قبيلة الضباع بفخر الأسود يمكن لعشائر الضبع أن تصل إلى أكثر من مائة عضو وعندما يحين وقت المواجهة ضد فخر من عشرة أسود يمكن للضباع بالتأكيد منح الأسود فرصة للحصول على فرائسهم بالطبع إذا تضمنت كبرياء الأسد بعض الذكور فقد تغير الأمور طريق الأسود لكن كما ذكرت سابقا هناك العديد من المتغيرات أثناء المعركة بحيث يكون كل شيء ممكنا الفيل مقابل وحيد القرن الفيلة الأفريقية أكبر الثديات البرية في العالم بارتفاع يتروح من ثمانية إلى ثلاثة عشر قدما في يوم واحد يمكنهم أن يستهلكوا الكثير من الطعام وحيد القرن أصغر من الأفيال حتى الآن لا تزال كبيرة نوعا ما يمكن أن يكبر ليصبح بين أربعة وستة أقدام ويصل وزنها إلى ثلاثة آلاف رطل لأن هذين العملاقين الإفريقيين يتم التعاني بالحيوية لنفس المساحة كثيرا ما تصطدم الفيلة ووحيد القرن الفيلة عادة كائنة هادئة لكن أحيانا تصبح عنيفة للغاية وحيد القرن من المحتمل أن تتعرض للهجوم باستخدام الحجم الهائل الذي يمكن للفيل إنزاله وتحطيم وحيد القرن عادة الأفيال عدوانية في السلوك بشكل غير عادي وهذا السؤال الذي يمكن أن يحدث بسبب عدم وجود الفيلة البالغة الدب مقابل الذئاب إذا وجه الدب مجموعة من الذئاب النتيجة الأكثر احتمالا هي أن كليهما سيواجه الآخر بشراصة هذا بلا شك هو التنافس الأكثر ظلما في عالم الحيوان الحمير مقابل الضبع قد تكون الضباع مشكلة كبيرة في المزارع تهجم الضباع على بعض المزارعين تنص بعض الأعراف السائدة على أن الحمير ما زال يعملون كحراس ضد القيوت لكن لم أعتقد أبدا أن الحمير يمكن أن تكون عدوانية بهذا الشكل هذا عدواني وقوي رأيت لقطات هذا الحمار يهاجم الضبع وبالطبع تصطاد الضباع كمجموعة ولهذا السبب هم سيادون عظماء لكن هذا الضبع كان وحيدا على الفور يهاجم الحمار بكل قوة لكن الضبع لا تزال لديه قوة لدغة يمكن أن تدافع نفسها لكن ضد هذا الحمار الشرس يبدو أنه لا يعرف خصمه جيدا ويبدو أن الضبع يلعب مع الحيوان الخطأ يعتقد الكثير منا أن الضبع سيكون لديه اليد العليا على الحمار إلا أن هذا الفيديو يوضح لنا أن الأمر ليس كذلك يتم التعامل مع هذا الضبع من قبل حمار كما لو كان قطة منزلية لقد رأيت الضباع تقاتل الأسود بشكل أفضل من ذلك بكثير